موسيقى الرئيس السيسي يوجه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدود ومتوسط الدخل موسيقى تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلق الحوثيون تجاه خميس مشيط بالسعودية موسيقى وناخبون في هولندا يواصلون الإدلاع بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية موسيقى العشرة صباحا في القاهرة الثامنة بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من اكترا نيوز أهلا ومرحبا بحضراتكم وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدود ومتوسط الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ثلاثين عاما وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ثلاثة من مئة جاء ذلك اخلى الاجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي ومع عدد من مسئول البنك اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي وسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي وسيد رامي أبو نجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي وسيدة مية أبو نجا وكيلي أول محافظ البنك صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقضية والمالية للدولة وقد وجه السيد الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد لتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وقد عرض السيد محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية خاصة خلال جائحة كورونا مؤكدا أن الوضع الحالي للإحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف وتحقيق سيولة في النقدي الأجنبي الأمر الذي كان له بالغ الأسر في تجاوز تدعيات كورونا خلال العام الماضي حيث أسنى السيد الرئيس في هذا الإطار على أداء البنك المركزي الذي جاء متناغما مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبا للتوجه الاقتصادي العام للدولة كما تم استعرض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيه استفادت منها مليون و 260 ألف منشأة تجارية وصناعية ووفرت حوالي مليون فرصة عمل وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك حيث تم تأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة فضلا عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل كما عرض السيد طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي حيث تم إعفاء 320 ألف مزارة بأدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه بالإضافة إلى قيم البنك المركزي بدخ مبلغ 4.5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة وتطوير وتحديث طرق الرئية فضلاً عن المساهمة في مشروع براكز تجميع الألبان الحديثة بخلاف ضخ حوالي 2.5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع السروة الحيوانية التي شملت مئات الألاف من الرؤوس الحيوانية بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو وقد وجه سيد رئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة أضاف المتحدث الرسمي أن سيد الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية إلى جانب مشروع مجموعات للدخار والإقراض والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات حيث وجه سيادته بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني بتعاون مع وزارة المالية حيث بلغ حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020 وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات ميزة جديدة والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقات المصرية سجمت فاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية شارل دي جول في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي وقال المتحدث العسكريين التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة مضيفا أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي والتي تحقق الاستفادة القصوى لكل الجانبين يأتي من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل بالإضافة إلى إجراء بحار الليلي مشترك مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلا ونهارا وأوضح أن الجانبين قاموا بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة وأيضا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحرية بمناطق العمل أعلنت وزيرة الصحة لزايد إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول جاء ذلك خلال رئاستي اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بصفتها رئيسا للمكتب لمناقشة جدول إعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب وذلك عبر تقنية الفيديو ودعت الوزيرة الدول العربية إلى مواصلة تقديم الدعم الطبي للدول التي تعاني من تحديات صحية قالت وزارة الخارجيات الأمريكية أن الوزير أنتنا بلينكين أبلغ المبعوثة الأممية الخاص مرتين جريفث قلق الولايات المتحدة بشأن الصراع في اليمن لسيما الخسائر الإنسانية للشعب اليمني وبحسب البيان فإن بلينكين شدد في مباحثات هاتفية مع جريفث على أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي مشددا على أن جهود الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الخاص ليدر كينج تهدف إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية إلى جانب الأمم المتحدة وغيرها أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلق الحوثيون تجاه خميس مشيط وأضاف أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين بالسعودية مؤكدا أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات كما شدد على أن انتهاكات الميليشيا المتعمدة والممنهجة باتت تمثل جرائم حرب وأكد أن جميع إجراءاته متخذة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني هذا وعربت الإمارات عن إداناتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية وحفظت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة والتي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة اندلعت حرائق كبيرة وأصيب عدد دون الأشخاص إثر استهدافات جديدة لحرقات نفط بدائية في ريف محافظة حلب شمالية غربي سوريا وذكرت وسائل أعلام المحلية أن قصفا صاروخيا مجهولة المصدر استهدف منطقة الحمران في ريف جرابلوس الجنوبي الغربي وقالت أن عددا من الأشخاص قد أصيبوا بجروح أكد الرئيس الفرنسي أمينويل مكرو أن بلاده ستواصل دعم الشعب السوري بكل تنوع وفي تغريدة له على تويتر أكد مكرو أن الحل السياسي وحده هو الذي سيسمح بعودة اللاجئين السوريين وبإعادة إعمار البلد بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة السورية وبفعل تبعات الحرب أضحى غالبية السوريين تحت خط الفقرة حيث قدرت الأمم المتحدة أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مطقع فيما يحتاج أكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا إلى مساعدات اشتركوا في القناة سنستكمل هذه النشرة ومشاهدين العزاء لكن بعد فصل قصير أهلا بكم قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القمة التي عقدها مع زعماء الهند واليابان واستراليا سارت بشكل جيد للغاية وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبيض قال بايدن أن القمة تناولت العديد من الملفات الأمنية حيث تم الاتفاق على التصدي للتحديات في المحيطين الهادي والهندي بشكل مشترك وانعقدت القمة الأولى للتحالف الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام النيتو الأسيوي يتم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه سيطلق رحلة طيران تجربية لصاروخ فائق لسرعة الصوت الذي يعمل على تطويره وسيكون الصاروخ هو الأول من نوعه ويفوق سرعة الصوت في الجيش الأمريكي وهو من أنواع سلاح الرد السريع المطلق من الجو التي يطورها سلاح الجو بالتعاون مع شركة تيلوكيد مارتن ويطلق هذا السلاح أو يطلق هذا السلاح إلى الغلاف الجوي بالطريقة التي تطلق بها الصواريخ التقليدية وذلك بواسطة صواريخ دفع ثم تنفصل عنها مركبة انزلاقية تحلق على ارتفاعات أقل وبسرعات كبيرة تجعل من الصعب رصدها مني المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجلا ميركل بهزيمة كبيرة في انتخابات محلية أجريت في ولايتين غربي البلاد وفق استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يأتي ذلك قبل ستة أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية والمقررة في سبتمبر المقبل تكبد المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجلا ميركل انتكاسة غير مسبوقة في انتخابات محلية أجريت في ولايتين أساسيتين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية ولم يحصد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يعاني من أزمة كبرى سوى 23.3% من الأصوات في ولاية بادن فاتنبرغ في مقابل 27% قبل خمس سنوات بينما حصل على 26% من الأصوات في ولاية غاينلاند فالتس في مقابل 31.8% في العام 2016 ووصفت وسائل إعلام ألمانية هذه النتائج بأنها تمثل وقتا عصيبا للاتحاد المسيحي الديمقراطي وتحدثوا عن هزيمة كبرى في إثر فشل الحزب الحاكم في إدارة أزمة كورونا وفضيحة الفساد الناجمة عن تقاضي نواب عن الحزب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي فيروس كورونا وهو ما يمثل أخطر أزمة يمر بها منذ فضيحة الصناديق السوداء التي تسببت بسقوط هلموت كول في أواخر التسعينيات في المقابل رحب حزب الخضر الذي يطمح للدخول إلى الحكومة الفيدرالية بعد الانتخابات التشريعية بالبداية الممتازة في عملية الاقتراع التي اتسمت بانتصارهم الصاحق في بادن فاتنبارك الولاية التي يحكمونها منذ عقد من الزمن وبعد 16 عاما في الحكم كانت أنجيلا ميريكل تأمل في ترك حسبها يتقدم بثقة نحو الانتخابات إلا أن شعبية الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي ترجعت في الفترة الأخيرة ما بين 30 و33 بالمئة من نوايا التصويت المستوى الذي كان يسجلانه قبل أزمة الجائحة يدل الناخبون في هولندا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وتستمر عملية الاقتراع حتى السابع عشر من مارس الجاري بسبب التدابير الوقائية من فيروس كورونا ويبلغ عدد الناخبين في هولندا 13 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 10 ألف صندوق وسينتخب الهولنديون نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 150 مقعدا بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين هاتفيا مع نظرية فرنسية جينيف لدوريان أزمة شرق المتوسط وأكد على ضرورة إيجاد حل جذري لها وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكين ناقش هاتفيا مع نظرية فرنسية المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا كما اتفق على ضرورة تعزيز الشراكة عبر الأطلسية ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 431 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس الـ 147234 حالة حتى اليوم وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أوضح أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة فبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس لفتا إلى وفاة 44 حالة جديدة وذكر مجاهد أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 190 924 حالة فضلا عن 11300 حالة وفاة في الولايات المتحدة قال كبير مستشار الرئيس الأمريكي أنتوني فاوتشين يحجم قطاعات معينة من المواطنين عن تلقى اللقاحات المضاد لكورونا يعد أحد أكبر المخاطر التي تهدد جهود مكافحة الجائحة وقال فاوتشين مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعادية إنه لا يستوعب الحملات التي يشنها العديد من الجمهوريين لعدم الحصول على اللقاح مشددا على أهمية فصل القناعات السياسية عن المنطقي وعن أمور الصحة العامة نظمت نيويورك المدينة الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نظمت تكريما مؤثرا لثلاثين ألفا ومائتين وثمانية وخمسين شخصا من سكانها توف جراء كورونا بعد عام على بدء الجائحة وبعد أن طلب التزام دقيقة صمت تكريما للضحايا قال رئيس بلدية المدينة بيلد لي بلازيو في حفل افتراضي إن نيويورك فقدت أفرادا أكثر مما خسرته في أحداث الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وإعصار ساندي وأحداث الحادي عشر من سبتمبر مجتمعة قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه لابد لبلاده أن تفاعل كل ما بوسعها لتجنب فرض عزل عام جديد للوقاية من فيروس كورونا مع تنامي الضغوط على المستشفيات وفي تصريح له قال كاستكس إن الوضع الوبائي لا يتحسن مبينا أن هناك إصابات أعلى من إمكانات المستشفيات التي تأنوا تحت وطأة العدد الكبير من المرضى الذين يتناقصوا متوسط أعمارهم وليسوا دائما مصابين بأمراض أخرى في البرازيل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها أكثر من 43 ألف إصابة جديدة و1127 وفاة بفيروس كورونا وأشارت الوزارة لأن البلاد أنهت الأسبوع الأكثر فتكا منذ بدء تفشي الوباء قبل عام ذلك مع تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا وبلغ إجمال الإصابات بكورونا في البرازيل 11 مليون 433 ألفا وثلاثمائة وسبعين حالة وحصيلت الوفيات أكثر من 278 ألفا تجمع حوالي ألف شخص في مدينة لهاية الهولندية عشية الانتخابات العامة للاحتجاج على التدابير الحكومية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهولندية خرطيم المياه والهروات لتفريق الحجد كما اعتقلت أحد الأشخاص يأتي كل ذلك بينما تواصل العديد من دول العالم السباق نحو تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا وسط مخاوف من السلالات المتحورة بينما أعربت دول أوروبية عن تشككها في عدالة توزيع اللقاحات تسارع دول العالم إلى تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا بسلالاته المتحورة إذ تم توزيع أكثر من 300 مليون جرعات لقاح ضد الفيروس في أكثر من 100 دولة حتى الآن في الولايات المتحدة التي تعتبر أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا وزعت السلطات الصحية نحو 136 مليون جرعات لقاح مضادة للفيروس في جميع أنحاء البلاد وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن الجرعات الموزعة هي من لقاحات فيزر بيونتيك وموديرنا وجونسون أن جونسون أما فرنسا فتجاوز فيها عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح 5 ملايين يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الفرنسية أن بلاده تأمل في تجاوز الهدف الذي وضعته بتلقيح 10 ملايين شخص ضد الفيروس بحلول منتصف إبريل المقبل من جانبها قالت إيطاليا أنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد كوفيد-19 بحلول نهاية سبتمبر المقبل وذلك بعد انتقاد بطء وطيرة حملة التطعيم فيها مشيرة إلى أن هناك خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا وفي ألمانيا خرج الآلاف في احتجاجات مناهضة للتدابير التقييدية المفروضة لمكافحة كوفيد-19 وذلك رغم خطر موجة وبائية ثالثة أشارت إليها السلطات الصحية حيث قفز عدد الإصابات مرة أخرى بسبب انتشار السلالة الأكثر عدوى التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا في تلك الأثناء دافعت المفاوضية الأوروبية عن سياستها المتمثلة في توزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل متكافئ داخل الكتلة وذلك بعد أن شكت النمسا خمس دول أعضاء أخرى من عدم تخصيص الجرعات بالتساوي المفاوضية الأوروبية أشارت إلى أن الجرعات يجري توزيعها بما يتناسب مع عدد سكان كل دولة مع مراعاة بيانات الجائحة مضيفة أن الأمر مطروك لحكومات الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بكيفية التوزيع يأتي هذا فيما أعلنت مجموعة استرازينيكا تأخيرا جددا في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي متحدثة عن قيود على التصدير توقع وزير الصحة الإيطالية تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا مع بدء تطبيق الإغلاق بداية ما اليوم الاثنين وكان رئيس الوزراء الإيطالية ماريو دراغي قد حذر من أن بلاده تواجه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وسط ارتفاع عدد الحالات وأعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة لتجديد القيود في معظم أنحاء البلاد على مشاهدينا إلى وقفة مع آخر أخبار الاقتصاد تتوصل فعليات معرض البازار للمشغولات اليدوية ودكورات المنازل حتى العشرين من مارس المعرض يقدم للجمهور منتجات متميزة لتطابع تراثي بأسعار تجارية أقل من الأسعار المعتاد عليها في الأسواق العادية هذه المنتجات اليدوية محلية الصنع جاء صاحبها إلى معرض البازار للمشغولات اليدوية ودكورات المنزل للحصول على مزيد من حصة السوق الذي تنافسه فيه منتجات مستوردة يقول أحمد أن المنتج المحلي قادر على منافسه طالما أنه يتناسب مع الأذواق المختلفة للجمهور عندنا منتجات مصنوعة من الجلد الطبيعي هنديميد زي أننا عندنا إكسسورات مطلية بالدهاب وإكسسورات مطلية بالفضة من الوقت ما بدأنا نشتغل وإحنا صندوق تنمية مشروعات بيقدم لنا الحاجات اللي زي كده أننا نعرض في معارض زي ترسنا، زي ديارنا، زي معارض البازار اللي احنا دلوقتي موجودين فيه بنقدر نوصل للجمهور أو العميل المستهدف بتاعنا اللي احنا ما كناش قادرين نوصله يعني قبل كان في هذا الرقم تمارس هناء استشارية الآشعة والتحاليل هوايتها المفضلة بالرسم على الأقمشة بمهارة فائقة فهي حرفتها التي أتقنتها وتعلمت أصولها منذ ما يزيد عن عشرين عاما حتى صارت واحدة من أمهر الرسمين بالأقمشة بل وظيفا دائما في مثل هذه المعارض أنا بقالي خمستاشر من خمستاشر العشرين سنة بشتغل الهواية دي وهي الدراسة درستها برا في الولايات المتحدة وهو علم بيدرسوه هناك في المدارس وفي الجامعات وكده وهو أعلى مراحل الفنون وحاجة كويسة قوي أنك بترسم بالأمش بنعمل رسم والديزاين بالأمش ونقدر نعمل منتج من أول كيس النظارة لغاية مفرش كبير للسريف كبير للسريف زغير لحف بيبي لجدريات كتير قوي مختلفة الأحجام يشارك في المعرض أكثر من 400 عارض وعارضة من مختلف المحافظات المصرية ويضع القائمون عليه شروطا عدة لاختيار العارضين لضمان الارتقاء بجودة المعرضات واستقطاب مزيد من الزائرين هذا المعرض متنوع إلى حد كبير جدا معرض مقام على مساحة 6000 متر على الطابقين ممثلة فيه كل الحرف التراثية والحرف المختلفة الأخرى الموبيلية للسجاد النحاس الوحدات الإضاءة جميع محافظات مصر ممثلة أيضا في هذا المعرض بمنتجاتها المختلفة الحاجات كلها يدوية ومعامولها حلوة جدا جدا يعني فعلا كلها عجبيني وبالذات الحاجات المشغولات الجلدية كمانا إنه فيه طفرة حصلت في الواقع حصلت في الصناعات اليدوية يعني من فترة مثلا كانت مصر مشهولة بالجلود وبالفضة دلوقتي هتلاقي كل أشكال الصناعات اللي داخل فيها حتى الطلبة والأفكار المتطورة شوية ظهرة في الصناعات دي لو هتتكلم عن السعر بالنسبة للسعر اللي فيه اختلاف جامد مثلا لو إنت هتروح تشتري ده من من أي حد من المولات الكبيرة السعر بيتضعف أنا الحقيقة شايفة متميز جدا بيعرض حاجات متميزة جدا للشباب أو المشغولات اليدوية أعتقد ده الابتجاه العام دلوقتي أنا شايفة المشغولات كمان فيها دقة جميلة جدا السنة دي متنوعة جدا يعني فعلا من الحاجات المتميزة جدا معروضة هنا يطمح المشاركون في البزار أن تحل منتجاتهم محل مثيلتها الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية وهو الهدف المنشود الذي تسعى الدولة المصرية لتحقيقه مستقبلا كريم رجب اكسترانيوز الآن إلى أخبار التقص إذن يتوقع أخبارات الأرصاد الجوية نسود اليوم تقص دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حر على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يكون باردا ليلا على كل الأنحاء وفي مالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ترجمة نانسي قنقر بأخبار التقص المشاهدين رئيس السيسي يوجه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدود ومتوسط الدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقى الكوثيون تجاه خميس مشيط والناخبون في هولندا يوصلون الإدلاع بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لا يتبقى مشاهدين سوى أن نحيط ألم سيداتكم بنتردد اكسر ميوزة جديد 11.785 ومعدل ترمي 27.500 ومعامل استقطاب رأسي شكرا لكم مني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة ألقاكم بعد قليل